كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي بيقول انه رمضان صبحي لعب الفريق الاول في النادي لن يتم حسم مشاركته في لقاء امبي المقرر ان شاء الله انه هو يكون يوم الحد اللي جاي واللي متأجل من مباراة الدور الاول الا بعد ما يتم التأكد من قانونية مشاركته مع الفريق خصوصا اللاعب على زمة النادي الاهلي في اعارة من نادي هادسفيل تاوند بتنتهي في 30 يونيو واضاف انه النادي اتخذ عدة اجراءات في نفس الشأن عشان يتم حسم الامر القانوني بشكل تام كما انه التفاوض وده خبر ممكن يكون يعني يسعد الاهلوية التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء كابتن رمضان صبحي بشكل نهائي وصل لمراحل متقدمة بعد العرض اللي تقدم به النادي الاهلي مؤخرا وانه الايام القليلة القادمة ان شاء الله هتشهد حسم كل هذه الامور